بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام أربعة أعمال تسعد وتفرح الميت ما هي قال النبي صلى الله عليه وآله إن الميت ليفرح أولا بالترحم عليه عندما تذكر الميت وتقول رحمه الله يفرح ثانيا وبالاستغفار عندما تذكره وتقول اللهم اغفر له أو فلان غفر الله له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه وأن وأن الثالثة وأن يسكت عن عوراته أي لا تذكر عوراته في الحياة الدنيا لا تذكر ماضيه من السيئات والخطايا والذنوب والمعاصي أمام الآخرين يفرح بذلك ويفشي محاسنه أي بمعنى تذكر محاسنه وتنشر محاسنه عند الآخرين فأربعة أعمال يفرح فيها الميت وهي الترحم عليه والاستغفار له وأن تسكت عن ذكر عوراته الماضية في الحياة الدنيا وأخطائه ومعاصيه وتفشي وتنشر محاسنه ومزاياه ومحامده الطيبة فإذا فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك واستجاب لدعائك كما أدخلت السرور على قلبه وأفرحته الله يقضي حاجتك ويفرحك ويقضي كل ما في قلبك من أمنيات ورد ذلك في كتابي التحفة السنية للسيد الجزائري رحمة الله عليه برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام